السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم حبيبا عامليني ان شاء الله تكونوا بخير النهاردة بقى هنعمل معاكم الكبد والاوانس بالطريقة الصحيحة ودوايا الناس بتسأل الاوانس بتطلع معانا مش مستوية وبتطلع معانا فيها زفارة ان شاء الله هنتفادى كل الاخطاء ديات ونذكرها معاكم في الفيديو بس قبل ما نقول على المأدير يا ريت حضرتك او حضرتك ما اشتركتش في القناة تشتركت في القناة ولو مشتركة في القناة تعمل لنا لايك ولو لسه برضو مشتركة تعمل لنا لايك عشان لايك يرفع معانا يا جميع دلوقتي بقى نخش ايه على المأدير بتاعتنا دلوقتي معانا بسلطين كبار مقطعينه مش رايح رفيعة ومعانا هنا سبع معالق زيت خمسين جرام زيت اي مادة دهنية عند حضرتك وزيت يكون رحته حلوة ومعانا هنا خمس فصوستوم مقطعينه مش رايح بالسكينة ومعانا كيلو كبد ومعانا كيلو اولس مقطعينهم صغيرين ومعانا فلفل الوان ثلاث قرون فلفل الوان ومعانا البهارات نصف معلقة فلفل اسود ونصف معلقة كامون ونصف معلقة سبع بهارات معلقتين صويرين من الملح وان شاء الله اكتب لكم المأدير في صندوق الوصف ونصف معلقة من الكزبر النشف تمام دلوقتي جبنا التصف بتاعتنا وحطينا فيها ربع ربع كباية زيت يعني خمسين جرام زيت يعني سبع معالق زيت وخلونا يمسخنوا كده وبعد كده حطينا البسلطين احنا مقطنا عينهم شريح رفيعة وندبلهم كده انا مش عايزاهم ياخدوا اللون انا عايزاهم بس يدبالوا تمام زي ما حايتك شايفة كده بقعد اقلب فيها وطبعا كل ده على النار عليها تمام دلوقتي بقى ايه بعد ما دبلوا رحت حطي الاوانس بتحتي ان انا مقطعها صغير وقلبتها كده تقليب دين كده زي ما انتم حايتكم شايفين بقعد اقلبها كده ايه بقول لكم مقطعها شريح صغيرة وطبعا الاوانس والكبد يا جماعة انا كنت غسلها حلو وبذات الاوانس كنت غسلها وحكاها حلو بالسكينة وبعد كده الكبد والاوانس انا عطتهم في محلول ملحي عبارة عن ميا وملح وخل ولمون وغمرتهم حلو بالميا من حنفية عادي وسبتهم ربع ساعة وبعد كده صفتهم من محلول الملحي وبعد كده ايه رحت مشطفهم تشطفهم وصفتهم بعد كده قطعتهم وبشتغل فيهم. تمام انا حبيت اقول لكم بس انا بعمل فهم الاول. تمام دلوقتي انا بقول لك معالية النار دلوقتي ههدي النار قديني هديت النار خالص عشان عايز الاوانس بتاحت تستوي انا كده هديت النار كنت معالية الاول بعد كده هديتها خلي بالك من النقطة دي. احنا ما بنحطش مية في الاوانس عشان المية لو حطنا مية الاوانس هتعمل زفارة. المية بتخلي الاوانس تعمل زفارة. طبعا انا هديت النار وغطيت عليها وسبتها ربع ساعة على النار هادية هي بتبك ميتها شايفها بقولك بتبك ميتها وهي بتستوي طبعا انا هسيبها تاني وخالها تستوي سبتها ربع ساعة على النار هادية ومغطيها طبعا هسكر تاني انها ما بحطش الاوانس مية المية لو حطناها هتظهر الزفارة بتاعة الاوانس تمام هي بتبك ميتها دواما كده ايه احنا بنشوف ناس بيزودوا مية للاوانس لا ده غلط لو نص لما تزود لها مية بتظهر الزفرة بتاعتها. تمام هي بتبك ميتها. تمام. بعد ربع ساعة بالزبط من التسوي على النار هادية. آآ كشفت عليها لقيتها آآ استوت عندي. ودلوقتي روح تنزل عليها بالكبد بتاعتي. لانا كنت مصفيها. حطها في المص هو مصفيها. وكنت مهدية النار. دلوقتي انا مش ههد النار. انا هعلى النار زي ما حياتك شايفة كده. وطبعا هقعد اقلب. مش هقلب كتير يا جماعة. انا بقلب في الكبد. الكبد ما تقلبش كتير عشان مش تتهري معاك. تمام? كبد الفراخ ما بتستحملش او اي نوع كبد ما بيستحملش في التقليب. بس انا بقلب عشان تاخد من حرارة الطاصة. يعني التقليبتين تلاتة كده زي ما حياتك شايفة. عشان تاخد بس من حرارة الطاصة. وتاخد وتدي مع الاوانس. تمام? بقول لك انا معالية النار. انا مش عايزها تبك المية بتاعتها انا معالية النار. تمام? اهيد. يعني بقلب بالراحة خالص. بكون حريصة ان الكبت بتاعتي ما تتيريش معي. بقول لك اهوت انا باسيبها بقى. تبتدي تاخد ايه? وتدي مع روحة. بقلبها تقلبتنه. وقعد كده ببتدي بقى ايه? اهوت زي محايتك شايفة بقلبها كده بس ايه? براعي ان الكبت عندي ما تتيريش. انا بس ايه? بقلبها عشان تاخد من حرارة التصل اللي عندي. تمام. شايفة? انا ما عنديش حاجة تهرت. عايز اقول لك طعمها تحفة بجد جميلة جدا. شايفة بقول لك نزلتها هي المية بتاعتها. الحاجة السوايل بتاعتها لهو جيوسي. مش المية الحاجة بسيطة كده. وهم حاجة الكبت كون احنا غسطينها ومصفينها خالص. حاطنا في مصفة صفة ميتة خالص. تمام? هي والاولز. تمام? طب انت انا اعطوه في المحلول الملح هم ملتين مع بعض ايوان اعطوه هم ملتين في محلول الملح اللي هو الخل واللمون والمية. تمام? تمام. دي نقطة في الاول دي خالص. نشير الزفرة منه. تمام. دلوقتي بقى ايه? اهوت بصي الكبت عندي هيت عشان ملتهوش مني. الكبت عندي هيت دخلت في السوا اهيت. وبتنزل الجوس بتاعها بقول لك الجوس بتاعها بتنزله شايفة المية? انا دلوقتي لسه مش هطف انا لسه انا عايزها تاخد ويقول لك لسه نية. شايفة الكبتة لونها احمر ازاي لسه فها دم. انا عايزة كل دوات يستوي معي. يعني الكبتة وبالونها كلها موحد معي لأول نص. داخد اللون الاحمر اللي هو اللون احنا بنشوفه اه عربية الكبتة اللي في الشارع. شايفة بقول لك لسه اهي هي نزلت الجوس بتاعها بس. بس لسه طبعا اللي الكبتة عندي ما استوتش. طب عشان ما حدش يقول لك الكبتة ما بتاخدش غير يطبق خمس دقايق وكده وتنزلها. لا احنا اهم حاجة عندنا الكبتة اللون بتاعها يتغير وشايفة بقول لك له هسه فها دم. الدم ده عايزون يروح يدروح الزاق اللي احنا ايه بنسيبها تستوي. ويعني مش بتغيب هي في السوى. بس بتستوي. شايفة لون هتغير الزاق? وشايفة السوس بتاعها ابتدى يتأثر معي الزاق. دلوقتي في خلاص هو السوس بتاعها نشف كده. دلوقتي هحط البهارات. لان نص معلقة فلفل اسود. نص معلقة كامون ونص معلقة كزبرة ونص معلقة من ايه البهارات السبعة. تمام? ومعلقتين ملح صغيرين بنكترش الملح. تمام? نحط الملح وندوقه. تمام? طبعا هكتب لكم المقدر في صندوق الوصف. وهم حاجة المادة الدهنية هتحطي انا بستعمل زيت. الزيت بتاعي كيكون ريحته حلوة ونضيف. تمام? طيب في ناس بيحطوا للقوانس مية. انا ما بحطش مية بكرر تاني المية لو حطناها هتعمل زفارة في الاوانس. يعني في النص كده الكبدة وقلبتها. طب انت ما حطتهش في الاول التوم لو حطته في الاول بيسهر الزفارة يا جميع. لكن انا بحطه في الاخر بدي طعم حلوة للكبدة. وريحة الكبدة بتدانها فيها من رحة التوم. توبة جميلة جدا. يعني اكنها زي ايه? عربية الشرع بتوبة شم الريحة كده. توبة قلبة الدنيا. وفي الوقت ده انا خلاص الكبدة بتاحت استوت. هحط في الاخر. اللي هما اربع هرون من الفلفل اللي هو البارد. عايزة تحط ارني فلفل حامي دي حاجة ترجع لك. بس انا ما بحبش الحامي. عشان ايه في ناس عندنا في اطفال برضو ما بيحبوش الحامي. تمام. بنقلب كده كده تقليقين. لغاية ما نحس برضو ان الفلفل بتاعنا دبل كده وهنزلها على طول شايفة. انا طبعا ما ايه? ما ما اثرتش في الفيديو. مطولة معاكم الفيديو عشان تتابعوا بس الخطوات. عايزة اقول لك طعمها جميل جدا. آآ وطعمها خرافة. قلبت والله العظيمة عندي العمارة من ريحتها. ما شاء الله عليها. جميلة جدا. بالهنة والشيفة. حاجة كده ايه? يعني في نص الشهر كده يا جماعة. تمام? ولا لحمة ولا اي حاجة. طبعا تقدميها مع بطاطس محمرة تقدمها مع عيش. انا قدمتها بقى كده ايه? مع آآ شوية عيش كده مفقعة خبستهم ليها. وجرجير طبعا وبصل ولفت. فان شاء الله الاكلة دي تعجبك كده وتكون اكل اقتصادية وحلو. شايفة بقولك انا بقلبش فيها كتير يضبك حاجات بسيطة. طبعا دلوقتي بقول لي حضرتك الهوليست وصلة للفيديو ده واسمعيني. وعجبك ان شاء الله ما تنسناش في اللايك والشير والاشتراك في الكنيون. شايفة? اكلة جميلة جدا والعيش ده انا اللي خبزة يا جماعة ارجعونه. شايفين? يا رب الاكلة بتاعتنا تكون عجبتكم. شايفين مقدمها معاها جرجير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.